جاوبنا بصراحة؟ يعني إذا قدرت من أحسن أحمد البشير لولاية بطيخ؟ كل واحد باختصاصة يعني تجاي تسولف من أحسن مايكل شومايخر أو ميسي مثلا هذا السيارات لا 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 نفس القريبين لا لا أسألهم أنت لا لا قاعدة جماهيرية قريبة قاعدة جماهيرية ثنينتهم يعني ربما ولاية بطيخ بأوقات معينة اجتازت أحمد البشير من ناحية المشاهدات أوقات معينة اجتاز ولاية بطيخ أمانة بداخلت أمانة بداخلت والله العظيم يعني اثنيناتهم يعني كوادرهم أو هم أخوة وأصدقاء واعتز بهم لكن ماكو مقارنة أنا شوف ماكو مقارنة اثنيناتهم جيدين بالنسبة إنا كعراقيين أكو محتوى جميل جاي يبث فاثنيناتهم يفرحوني مني ينزلون أي حلقة لكن تقارن البشير بعلي فاضل مثلا ولاية بطيخ ماكو مقارنة هذا الرجل يقدم كوميديا ساخرة سياسية أحمد البشير علي فاضل يقدم كوميديا اجتماعية أو كوميديا موقف الجمهور مختلفة من نصنا على المنافسة؟ هذا الجمهورة شباب هذا جمهورة عوائل وأطفال وكل شيء المنافسة من الصناعة؟ ماكو منافسة يا رجل والله ماكو منافسة أحمد البشير ماكو جيب لي واحد هم نفسهم يقولون ماكو منافسة من اللي يقول واضح أحمد البشير وعلي فاضل من أقرب بالأصدقاء العزيزين اللي يتواصلون دائما واثنينات هم يعني من من الناس الجيدة ما تريد تخسرين؟ على حد ما وأخسرهم على شنو يعني أناك مدمو صديقي الرجل أنا قائمه وكل بلقائك علي فاضل أستاذي وصديقي ومتفضل علي علي فاضل شو تقول عنه شو تقول عنه قليل من أفضل الناس اللي ممكن تعرفهم بعيدا حتى عن الإعلام من أفضل الناس اللي عرفتهم بحياتي تحية أكيدا وأحمد البشير اللي سامع عنا كل خير وأصدقاء اللي يشتغضون وياه نقلوا عنا أجمل صورة وأعتقد على علاقة بي بالشاشة يعني علاقة بي اللي إحنا ما ملتقين أو مصول فين أعتقد أنه أحمد إنسان طيب يعني إلى حد شبير ومواقته تشهد له يعني فالرجل يعني الله يوفقه ويقدم له الخير كله قضية منافسة ما أعتقدكم منافسة تحية للأثنين